أكد المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماع طارئ لأعضاء المجلس في مقر رئاسته بالعاصمة الأردنية على رفضه القاطع لما يسمى بصفقة القرن وأكد على تمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود عام 67 وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه تم عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث سبل التحرك مع البرلمانات العربية والإسلامية وبرلمانات العالم لبناء موقف برلماني دولي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض لخطة ترامب ونتنياهو فلا سلام دون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل أراضيها ولا سلام دون عودة اللاجئين إلى ديارهم ولا سلام دون إنهاء الاستيطان بكل مظاهره وصوره من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ولن يتحقق السلام إلا وفقاً للمرجعية الدولية وليس وفقاً لخطة ترامب نتنياهو الخارج عن القانون الدولي وتلك المرجعيات وشدد المجلس الوطني على أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن كما ونقش الأعضاء خلال اجتماعهم سبل الرد على الصفقة وكيفية مواجهتها